بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي أستوديو الشباب في حوار شبابي جديد نطرح معه موضوعا جديدا وهذه المرة اخترنا مشاهدين الكرام موضوع ثقافة الحوار كيف نؤسس لثقافة حقيقية تكون قاعدة للحوار لتقبل الرأي من الآخر هل بالضرورة أن يكون حوارنا هادفا إذا كنا مختلفين في الرأي أيضا في الأساس هل هناك حوار هادف وهناك حوار غير هادف كيف ننقل أخلاق الإنسان العماني المعروفة في حواراتنا من خلال وسائل الاتصال الحديثة مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الموضوعات مشاهدين نناقشها اليوم في برنامجكم أستوديو الشباب كل أمنياتنا أن تقضوا برفقتنا مشوار طيب على مدى ساعة ونصف من الآن من خلال أيضا حوارنا مع ضيوفنا العزاء المختصين في هذه الجوانب قد نختلف وقد نتفق وقد نتعارض أحيانا في بعض ما نقول هدفنا في النهاية أن نؤسس لثقافة حوار راقية تعبر عن الإنسان العماني الذي بني وأسس على قاعدة من الأخلاق الصلبة والمعاني والقيم حياكم معنا مشاهدين وبإسمكم أيضا أرحب بضيوف العزاء الموجودين هنا في استوديو برنامج استوديو الشباب أرحب بداية بالدكتور صيف بن ناصر المعمري أستاذ مساعد بكلية التربية وباحث في موضوع التربية له أكثر من إصدار التربية من أجل المواطنة كان آخر هذه الإصدارات حياك الله دكتور معنا سعيدين جدا بوجودك معنا في برنامج استوديو الشباب أهلا بك يا دكتور أيضا نرحب بالأستاذ أحمد بن علي المخيني باحث في التنمية السياسية وحقوق الإنسان والحوار أهلا بك أستاذ أحمد وحياك الله معنا في هذا اللقاء أخذتكم شكرا على الثدار وأيضا مشاهدين نرحب بسلطان بن حمد الرحيلي طالب بكلية الحقوق وأحد مؤسسي فريق أثر أهلا بك سلطان معنا في هذا الحوار أهلا وسهلا بك أهلا بالجمهور أبدأ معك دكتور صيف وحتى يعني نكون من البداية بقاعدة واضحة نوضح من خلالها مفهوم ثقافة الحوار نريد أن ننطلق بداية حول هذا المصطلح حول هذا المفهوم ماذا نقصد بمفهوم ثقافة الحوار نعم بداية طرح موضوع الحوار من القوانب المهمة اليوم ليس على مستوى المحلي ولكن أيضا على الصعيد اللي هو العالم اليوم نحن نلاحظ كثير من القضايا يعني الصراعات أكثر من الحوارات اليوم في عالمنا يعني وخذ هذه الصراعات من عدة زوايا الصراع الديني الصراع السياسي الصراع اللي هو العنصري فهذه الصراعات اليوم تعطينا أيهما يعني أو تدعنا نفكر أيهما الأصل الصراع أم الحوار فهذا الحوار اللي نحن اليوم نتكلم عنه أنا أعتقد أنه هو مرحلة لهم مراحل التحول الإنساني إذا أحنا أخذنا التاريخ البشرية في البدايات كان الأصل هو الصراع ولا زال الصراع اليوم هو القانب من القوانب وهذا الصراع ما دائما كان من ضوء يعني ممكن ننظر له أنه شيء سلبي يعني لربهم هو شيء إيقابي نقرأ القرآن الكريم نقل أنه هناك بالفعل يعني الحديث عن هذا الصراع والتدافع ما بين الأمم وأنه يعني الحياة الإنسانية بحاجة إلى الشكل من الأشكال اللي هو التنافس ولكن أيضا كثير من القضايا اليوم تتطلب منها أن نتوقف وتحاور نتحاور حولها لنقلل الأثار التي تترتب على عدم الحوار فهذا الحوار نتيجي إذن الأصل دكتور الصراع ثم تلحوار بوجه نعم الأصل هو الصراع ولا زال الصراع هو القائم ولذلك المجتمعات الإنسانية الأولى كانت دائما يعني لا تلقى لحل الخلافات ونزاعاتها إلى القلوس على مثلا الطاولة اللي نحن اليوم نقلس فيها نحن نتحاور ونتبادل وجهات النظر كانت تلقى إلى القوة إلى السلاح مثلا إلى القوة اللي هو البدنية لكن لاحقا عندما بدت هذه المجتمعات تتقدم تنضغ تتقدم توجد مؤسسات توجد قوانين توجد مصلحين فبدوا يؤطروا لهذه التقمعات كيف نحل الخلافات اللي بيننا هل نستمر في نلقى إلى السلاح أم نلقى إلى سليب أخرى مثلا إيقاد مؤسسات معينة إيقاد قانون نحتكم إليه إيقاد سلطة نلقى إليها لتفصل بيننا في الخلافات اللي اللي تحدث يعني فلاحقا تدعمت هذه الأمور وأصبحت أخذت شكل مؤسساتي ولذلك اليوم إذا إحنا ننطرح الحوار أنا أتمنى أنه لا نطرحه كذا بشكل عام يعني بحاجة لأنه ننظر إليه في إطاره يعني من إطار مؤسساتي واضح لأنه الحوار اللي احنا نتكلم عنه الآن هو حوار من أجل قضية معينة في طرفين في هذه القضية من أجل وصول إلى قرار متفق وقتل إفدام من أجل اللي هو التحاور والتفاوض في هذه الأمور بغية له حل هذه القضية فهذا هو الحوار اللي احنا نتكلم عن احنا لا نتكلم عن قلسة تجمعنا مع بعض فيه موضوع معين ندردش فيه هناك نقاش نعم وهناك حوار طيب لكن الآن من خلال طرحك وتأصيلك إلى مفهوم الحوار وهل هناك وهل سبق الصراع الحوار الخوف سيد أحمد أن يعتقد أن الحوار مرتبط أساسا بالجدل حتى نتحاور لابد أن نتجادل هذا قد يكون مفهوم مغلوط عند كثير من الناس بس بداية نسمح لي أن أشكرككم على اختيار هذا الموضوع أنا أحس نفسي أني أنا شوية غلط لأنني أنا شايف مع الشباب المجدين بالعكس أنت الخير المركز فأنا أظن أنه الحوار مثل ما فضل الدكتور يجب أن يكون مرتبط بحدف معين الجدل قد يكون مرحلة فيه خاصة في المراحل الأولى لأنه الجدل يكون عبارة عن تنفيذ مشاعر مكبوتة عواطف غضب خاصة إذا كان الحوار حول موضوع حساس أو جدلي أو موضوع سياسي مثلا أو موضوع فيه نزاع فالحوار يجب على المرحلة الأولى أنه تتخلص من جميع هذه المشاعر والعواطف بس يكون فيه ضوابط يعني تحدد وقت معين للحوار إذا شدت أن الحوار الجانب العاطفي بدأ يستفحل تكبحه وبعدين تتفق على يعني في الحوار تتفق على ضوابط معينة من حيث ما هي المرجعية ما هي الكلام يعني أسلوب الكلام ويكون فيه مثل المدير اللي هو يصوب نعم ويحافظ على الحوار إذن الجدل يعني مرحلة متقدمة من الحوار مرحلة أولى مش متقدمة مرحلة أولى من الحوار أنا عملت في مجالات حوار مختلفة جدا يعني الجدل يسبق الحوار أستاذ أحمد هذا تقصد الجدل جزء من عملية الحوار إذا أنت الآن ناخذ جدل مثلا على سبيل مثال مجموعة من الطلبة ومجموعة من الأساتذة في إثار من خلاف جهات النظر أو طلبة مع إدارة المدرسة طيب الفكرة الإطارة العام هو حوار جيب أنت حوار داخل المؤسسة الأكاديمية هذه في المرحلة الأولى سوف تجد أنه كل طرف يحاول يثبت أن النقطة هي الصحيحة قد يرتفع صوته قد يتجادل ما يصلوا إلى نقطة وسط هذه هي مرحلة الجدل مرحلة التنفيذ عن المشاعر يكون النقاش غير منطقي عاطفي في أغلبه لكن بعدما ينفسوا تسمح لهم أنت وتحافظ على استمرار هذا النفس بعدما يستغلقوا 70% من الوقت في هذا الكلام تبدأ بعدين أنت تكون هدية النفوس تطرح عليهم بدائل حلول نقاط وسط بعدين هما يتناقشوا كيف يصلوا إليها نعم هذا هي إذن الحوار مرتبط أصلا بثقافة الاختلاف يعني يعني ما لاحظنا يوم الأيام شخصين يتحوران وهما هم متفقان يعني الحوار يأتي من الاختلاف أساسا مش بالضرورة يعني الاختلاف أحد العناصر يعني لو تقول مثلا كتب الفلسفة نعم كتب الفلسفة مرتبطة بالحوار أسلوب التعليم فيها حوار حيث يسمى حوارات الحوار التي تن بين الأنبياء ومتبعيهم الحوار هي وسيلة لتبادل الأفقار مش بالضرورة يكون فيها فرد رأي على رأي لكن إذا أخذنا النقطة لذكرتها لاختلاف أنه السماح بالاختلاف عنصر مهم جدا لنجاح الحوار ولكن الحوار في رأي ليس مرتبطا أساسا بثقافة الاختلاف لا يعني خلنا نطرح السؤال يعني لماذا نحن نتحاور على الأساس لأننا مختلفون سلطان ريدك تشركنا الرأي يعني متى نحن نبدأ بالحوار ما بعد ما نختلف أكيد الاختلاف هو اللي يثير نقاط الحوار اللي نحن نتحاور فيه ولي نوصل في نهايتها إلى نتائج لكن بداية أحب أثير نقطة مهمة إذا جئنا نتناول نقطة ثقافة الحوار من الجانب القانوني نرى أنه ثقافة الحوار هي المؤدي إلى ديمقراطية كنظام سياسي يجعل من إرادة الشعب الحر هي الأساس في العمل العام يجعل من سيادة القانون على الحاكمين قبل المحكومين هي الواقع الملموس وليس مجرد كلام يقال يؤكد على استقلالية القضاء يؤكد أيضا على المساواة بين الناس فتحت ظل النظام الديمقراطي يعني أيضا يؤكد على الثقافة المجتمع يعني المجتمع الذي به حوار دليل على مجتمع مثقف مجتمع راقي يبدأ حواره من الأسرة من البيت يعني بالفعل والحضارة أيضا هو أنه نستوعب ثقافة الاختلاف اليوم مثلا نحن نتحاول في موضوع معين قد نختلف في نقطة أو نقطتين بكرة قد يحصل العكس فثقافة الاختلاف مهمة جدا لأنه في غيابها قد يحصل نوع من التعصب للرأي والإنسان المتعصب لرأيه يفقد النظرة الموضوعية والسليمة للأمور جميل أنت كطالب في كلية الحقوق يعني تمثل شريحة كبيرة من الطلاب هل لديك هذا المفهوم الواضح لمفهوم ثقافة الحوار مفهوم تقبل الآخر إلى حد ما نعم إلى حد ما نحاول نحن من خلال الأنشطة الجماعية في الجامعة وأيضا من خلال أنشطة أخرى أن ننقل لثقافة الحوار من حيز الاستيعاب فقط إلى حيز التطبيق أيضا بداية بأنفسنا عفواً انتهان إلى المجتمع وهذا ما فعلنا أيضا في فريق أثر من خلال برنامج منشور حاولنا أن نتواصل مع الجمهور في مواضيع مفتاحة نعم على الرغم من أن الشباب يعني به يعني غريزة الحماس وغريزة يعني التعبير عن الرأي والنشاط يعني هل بن الممكن فعلا أن يكون لديه تصور واضح لمفهوم ثقافة الحوار وسط يعني ما لديه من قوة من نشاط من حماس من غرائز متعلقة بأن يعني يخرج كل ما لديه من طاقات ومواهب قد يكون في بعض الأحيان بحاجة إلى من يساعده أو من ينير للطريق في مجال الحوارات في مجال الطريقة الصحيحة للحوار الهادف اللي يوصل فيه إلى نتائج معينة ولكن مثل ما أنت ذكرت بالفعل الشباب عندهم طاقات ولكن يجب أن تفرغ في قوالب صحيحة نعم طيب إذن هو ذكر موضوع الاختلاف سيد أحمد هو ذكر موضوع الاختلاف بثي الاختلاف ليس بمعنى النزاع أو الشقاق الاختلاف بمعنى التعدد يعني الاختلاف متعدد في الآراء تعدد في الأفكار وفي نقطة أحبت أضيفها فقط الحوار قد أجربت أنا ليس بالضرورة لحل ذا هو قد يكون لاستضاح أمر ما جميل يعني تفهم شيء وتتعمق فيه طريقة أفضل جميل دكتور من المسؤول عن ترسيخ ثقافة الحوار لماذا عندما نصف مجتمع بأنه مجتمع لديه ثقافة راقية من الحوار من الذي يساعد هذا المجتمع بأن يكون متطور إلى هذا الحد من ثقافة الحوار نعم موضوع الترسيخ الثقافة هي إذا كانت وقلت مؤسسات وفرص لتكسير الحوار يعني لا يمكن نحن نقسد حتى الوضح مفهوم المؤسسات ماذا نقصد بالمؤسسات هل بيت مؤسسة أيضا نعم إذا وقلت الفرص لممارسة هذا الحوار بمعنى هناك كثير من القضايا في الحياة بعضها يواقه الإنسان على المستوى الشخصي بعضها يواقه اللي هو جماعة معينة مهنية أو أكاديمية أو الجماعة مثلا الثقافية في مجتمع معين هذه الجماعات عندما تتعامل مع هذه القضايا بمنطق منطلق الحوار فهي تعطي فرص حية تقسد هذه الفرص لا يمكن نحن أن نلقى إلى ترسيخ ثقافة بعملية اللي هو الوض والتلقين والتلقين بمعنى أن هذا الحوار هذه الثقافة وهذه ما ينبغى أن تكون عليه لا بد أن تكون مقصدة أنت عندما تحضر له قلسة حوارية حية إذن هناك كثير من القوانب التي تتعلمها في هذه القلسة كيف تقدم رأيك كيف تبدي رأيك لأنه كثير من الأحيان يعني هذه القلسات تضم خليط من الناس يعني مختلف العمار والثقافات فأنت أيضا هناك طريقة معينة لتقديم هذا الحوار من أجل أيضا أن تكسب دعم للرأي الذي تطرح في هذه القلسة فهذا أيضا واحدة من الأشياء التي تكتسبها بالممارسة إذا لم تمارس لن تستطيع طيب سلطان ذكر نقطة أن الشباب لديه هذا التصور لمفهوم ثقافة الحوار لكن أحيان يحتاج من يدله على المسار الصحيح من من الممكن أن يدله على المسار الصحيح هي يعني إذا أنظر اليوم إلى الموضوع الشباب مرحلة ودائما هذه المراحل يعني دائما تكون مصحوبة بالاندفاع والرغبة في اتخاذ قرار سريع وتنفيذ هذا القرار بسرعة فهذه طبيعة مرحلة بينما عندما يصل الإنسان إلى مرحلة عمرية معينة هناك شكل من أشكال الذي هو التأني ودراسة وبعد الذي هو النظر وهذا لا يعني أن الشباب ليس عندهم بعد نظر ولكن هذه سمة المراحل ولذلك إذا نرقع للتاريخ الإسلامي أن هناك قدل حول الخروج أم البقاء ورسول صلى الله عليه وسلم يعني دخل في حوار مع الشباب وانقسم الشباب والكبار حول الكبار أثر والبقاء والشباب أثر والخروج في هذا ولكن نتيجة هذه الحوار ما هي كان أيضا الرجوع إلى الخيار الديمقراطي الذي نتكلم عنه أن هناك أغلبية وهذه الأغلبية تراشيا فينبغى أيضا عندما نختلف أنا أيضا نكون معنا معيار للحكم هي ليست العملية من يفرض رأيه على الآخر يعني وأيهما الصائب في هذا الحوار أحيانا الرأي الرأي الأغلبية ليس صائبا ولكن هما أغلبية وينبغي نحن في مجتمع متحول أيضا أن ناخذ بهذا كون قريب من الطلاب دكتور في الجامعة كيف تنظر إلى مستوى ثقافة الحوار لديهم أنا بشكل عام يعني أرى هناك بالفعل أن الشباب هذا اليوم ينبغى أن نظر له نظرة موضوعية يعني شبابنا نظر وهؤلاء الشباب بالفعل يعني يمتلكون حس عالي من المسؤولية ودائما له طرح قضية على سبيل المثال أنا دائما في بداية يعني أي مقرر الخطة عندنا خطة دراسية هذا الخطة يفترض أنه يضعها الأستاذ للطلبة وتكون يعني شيء من المسلمات ولكن عند الطلبة في المقرارات التي يقوم سنويا السبوع الأول الطلبة يأخذوا هذه الخطة من أجل الإبداء الرأي فيها ويكون بيننا حوار في بعض القزئيات التي يعني ممكن أن أغير في هذه الخطة وهذا نهك انتهكته وبالفعل كانت هناك يعني أصبحت ممارسة وفيها نوع من إبداء بعض الأراء المنطقية اللي نأخذها سلطان هل يحرص كل دكاتراتكم في الجامعة وعلى شراككم في هذا الأمر الذي ذكره الدكتور هي مبادرة جميلة من الدكتور ولكن للأسف لا ما كل الدكاتر عندهم ثقافة أنه يبادروا تعتقد أن هذه نوع من نوع ثقافة الحوار التي يحتاجوها فعلا؟ بالفعل يحتاجها كل الطلاب خصوصا في موضوع مناقشة للمقاررات لأنه الدكاتر ينظر إلى الدراسة بنظرة معينة قد تختلف النظرة بالنسبة للطلاب بالنسبة لإحتياجات الطلاب فبالفعل يحتاجين إلى طاولات أنا تحبيها توقف عند قلمة قرها الدكتور طبعا أنا أفضل أستخدم مصطلح إملاء يعني فيه كثير من الإملاءات توضع على الناس من صغرهم لما يكبروا فيتعودوا أنهم ما يفكرون مسألة الحوار أسبابها؟ والله لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد يعني فيه كثير من الناس يظنون حتى الآباء وأنا أحد المتهمين بهذا نظن نحن نمنقل حقيقة أو نحتكل حقيقة وعلى الرغم أن الإمام علي كرم الله وقال لا تعلموا أولادكم على أخلاقكم فقط خلقوا لزمان غير زمانكم نعم لكننا ننسى حبا احتياطا وكل ذلك لكن هذا الإملاء هو اللي يمنع الشخص أنه يتعود على أنه يقول رأيه ولماذا أنا أخذت جولة في بعض مدارس بريطانيا وأمريكا طيب ومن مستوى الروضة إلى المستوى الصف الثاني عشر تقريبا نعم واللي استوقفني أنه حتى المستوى الروضة أن المدرسة كانتما تكلم الطفل ما تكلمه باسمه الأول أو بدون محترام تكلمه كأنه رجل تقول له مستر سميث مثلا ولو تسأله عن موضوع معين وهو لم يقول نعم أو لا تقول له ليش لماذا فالتعودة منه صغير يعني في المدرسة أو في البيت كذلك تعوده أنه لما يكون عنده رأي أو عنده رغبة في شيء ما يبرر يكون فاهم لماذا ما هي الدواعي لأنه فاهمت الدواعي يكون مثالة الحوار أسهل وتأدي نتيجتها نعم إحنا علينا أن نفهم الحوار أنه الحوار مثل ما ذكرت سابقا عبارة عن منهجية مش فقط جلسة عابرة لجلسة مع شخص حتى أنت لما تجيب معك زميلك في المكتب أو موظف معك أو طالب حتى قضية لغة الجسد تأخذ دورها في الحوار بالضبط معها فهي نعي أن هي عملية منهجية منظمة تقرأ وتتعلم وتم ممارسة مثل ما ذكرت الدكتور يجب أن تمارس الحوار وتتعلم فيها ولا يجب أن يكون إصرارك على رأي ما هو الحدف الأساسي نعم ونحن نذكر يعني تلك العبارة المشهورة رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ربما لديه ما ليس لديه طيب سلطان وش الأشياء التي تحتاجوها في الجامعات في الكليات حتى تؤكد فعلا أن هناك ثقافة حوار أن هناك إشراك فعلا لآراكم لوجهات نظركم نحتاج لمزيد من طاولات الحوار نحتاج إلى ندوات أو محاضرات أو مؤتمرات هدفها الحوار وليس هدفها مثل ما ذكر الأستاذ الإملاء فقط أو التلقين فقط لتعزيز ثقافة الحوار عند الشباب كذلك التأكيد على مبادئ الحوار الصحيح من أهمها يمكن أن نعلم أن الحقيقة الكاملة ما هي ما يحط بها علم الله وما لدى بني البشر ما هي لحقائق نسبية فهذه من أهم المبادئ اللي لازم الشباب يكونوا مستوعبينهم عشان يملك أدوات الحوار الصحيح أعني إضافة سماحتي بالنسبة للسؤال طرحتنا على الدكتور المدارث أو الجامعات والبيت مؤسسات مهمة ولكن لازم ندرك أنه في مرحلة معينة الشاب أو الشابة يجب لن يجد ضالته في البيت أو المدرسة يظن أنه والله الأب أو الأم سوف يملو عليه المدارث سوف يملو عليه فجب أن تكون هناك مؤسسات أخرى مستوى معنية بالشباب يعني مثلا في كثير من الجامعات في أوروبا مثلا أو حتى في بعض دول عربية تكون عندهم جمعيات خاصة أو نوادي خاصة بالخطابة وفي نفس الشيء عندهم نوادي خاصة بالحوار يعلموهم يعطوهم دورات كيف يحاور كيف يختار النقاط فهذه المؤسسات يجب أن توجد تتفق مع ما ذكر الأخ سلطان توجد حتى يستطيع الشباب أن يمارثوا وتبرسوا عليه نعم طيب بصراح ما أنت ما ذكرت يعني مؤسسة غاية في الأهمية يعني في المجتمع العماني كانت مجالسنا واسبلنا تعج بالحوار يعني كانت السبلة العمانية يعني مدرسة طيب لماذا لم تفعل هذا عمق تاريق يعني إحنا ينبغى يعني إذا إحنا أردنا اليوم أن نفهم لماذا نحن الأمة الهادئة في هذا المحيط المضطرب نعم يعني قصري نحن لأنه إحنا إذا نرجع على تاريخنا إحنا هناك كثير اللي هو البنى الاجتماعية مثل ما ذكر اللي هو أحد علماء الاجتماع الخليجيين الله يرحمه الخلدون النقيب نعم وتناول هذه القذور الصراع والقبيلة والوطن العربي ووضع بعض اللي هو الروح حول هذا الموضوع البنى الاجتماعية تؤثر أحنا البنى الاجتماعية بالفعل كانت يعني اللي هو تطبق الحوار في أكثر من شكل يعني وكانت فيه كثير من القضايا اللي هي احنا في صميم الحياة اليومية تقسيم أفلاق اللي هو تقسيم اللي هو الميراث خلافات كانت تحل في المجالس هذه المفتوحة تحل في المزارع تحل في المجالس كان هناك مراجع فنشأ تاريخ معين بعيد عن الصدام والتشنق اللي يشوف عادة هذه الشخصية الهادئة اللي اليوم يعيب الناس علينا أنه العماني شخصية هادئة وهذه الشخصية الهادئة اليوم غير قادرة أن تسمع العالم ضقيقها هذه أيضا ميزة تساعد على الحوار احنا اليوم عندما نلتقي ونطرح قضية معينة يكون فيه خلاف والخلاف هذا شيء قيد ولكن يعبر عن هذا الخلاف بصورة هادئة لأنه التعبير عن الخلاف بصورة مثل ما نشوف أحيانا الناس طلع سلاح اختلفوا حول موضوع معين في بعض المجتمعات اللي أخرج السلاح وعبر عن رأيه بطريقة اللي هو قتل اللي هو الآخر الذي يتحاور معه فإحنا بحاجة الحوار ليس حالة طارئة في المجتمع العماني الحوار هو التدعيم للمسار اجتماعي اللي هو عاشه هذا المجتمع سواء في الداخل أو حتى في الحوار مع الخارج لأنه يعني إحنا اليوم لما خرق العمانيين واختلطوا بشعوب أخرى كان حوارهم ثقافي ونشهد هذه العلاقات الثقافية سواء في المحيط أو في شرق أفريقيا أو في أماكن أخرى دائما كان هناك التبادل وحوار اللي هو الثقافي وحوار لغوي إذن دور البيت دور الأسرة دور المجتمع كيف نستطيع أن نعيد هذا الدور سيد أحمد يعني كيف نستطيع أن نؤكد ميزة أننا قوتنا بكلماتنا وليس بارتفاع صواتنا نستطيع أن نعبر عن رأينا بكيف كانت السبلة العمانية والمجلس العماني بيت للحوار أصلا أنا رأيي في هذا الموضوع أنه إذا استطعنا أن نحي السبلة يعني العمانية وما نحيها من نص طريقتها القديمة لأنه مجموعة من السبلة اللي نذرتها في داخل العمان وماطق مختلفة في عمان فقدت دورها أصبحت إما للعذاء أو للأفراح وحتى وقفت على أسباب فقدانها لأدوارها لأنه أول شيء ترقيبة الحوائر الحارات تغيرت أول ناس كانوا يثقون في حارات متقاربين سواء بالدم أو بالنسب أما الآن مع التغطية في المدن انتقلوا الأشخاص والعوائل تفرقت العوائل هذا سبب السبب الثاني العمل كثير من الناس يعملوا خارج إطار الجغرافي لمنطقتهم وبالتالي الاتصال اليومي فقد فما يتصل إلا لما في عدوة نهاية الأسبوع أو عند المناسبات الشيء الثالث مزاجات الشباب اختلفت الشباب الآن يعني سابقا ما كان فيه عندهم أي وسائل ترفي أي أوصات أخرى أما الآن معهم انتنت معهم تلفزيون مع حب الكورة في أشياء كثيرة جدا وكان من ضمن المقترحات اللي طرحت زمان سالح من نسية وسائل اتصال حديث أنا أذكر قبل فترة واحد يعني زار سبب العمانية غير عماني فينقلي الصورة يقول لكم تعتقد أني سأجد يعني حوار ونقاش قصاية يعني تقرأ كبأ أقرب لكني تفاجأت أن الروس كلها منكسة يعني منكسة على ماذا منكسة على هواتف النقال لكن هذا في حال ذات وإذا أصبح معنا سبلة افتراضية وهذا شيء قيد يعني هل تؤدي الدور لكن على سبلة افتراضية يعني إذا قاز التعبير نسميها سبلة افتراضية إذا إذا ما نقول اليوم عدة مواقع تجمع اللي هو العمانيين ولكن هذه نطاقها يقتصر على فئة معينة الفئة التي تملك اللي هو اتصال بالإنترنت الفئة التي تستطيع بالفعل أن تتفعل ليست للجميع لكن بالسبلة حتى دكتور لو كانت الجميع هل تؤدي قيمة نفس قيمة السبلة دكتور يعني هل حوار الوجها لوجه والوجه للوجه الوجود في نفس المكان الالتصاق الاحتلال أو احتكاك قراءة لغة الجثد التعامل سبابنا الآن يعني مش جميعهم قد يكونوا فقدوا الحنكة أو طريقة التعبير اللي كانوا مثلا الأباء والأجاد معهم لأنه كان الأباء ممكن نقول لك كلمة تفهم مشاكل كثيرة جدا رمز معين أو طريقة معينة لماذا؟ لأن احنا فصلناهم فصلنا الأطفال الأبناء عنا عن نفسنا احنا مجالات اهتمامهم مختلفة عن مجال اثمامهم بس ممكن نعيدها يعني السبلة ممكن تعاد لكن تذكرت أنها تعاد بطريقة توائمة من هذا العصر يعني على سبيل المثال ممكن السبلة جزء منها يكون للأعراس كمجلس نعم وجزء آخر ممكن تحط فيها مثلا انتنت كافية على الجانب بحيث أن أنت تخلي الشباب يحضروا والشياب يجوه لأن هذا الالتقاء بين الجيل اللي صار معنا في عمان أن التوارث بين الأجيال كمعرفة نعم انفصل أصبح الآن الشاب معرفته ما من الجيل السابق أكثر قدر من الانتنت خلنا نشرك السلطان بالراحي اشراك بالفكر اللي ذكرها مجلس وعلى جانب انترنت كافية و بين تونغ و لابتوب بنكون من الفتلين أكثر من اللازم بالإضافة إذا بظيف إلى أحد الأسباب اللي أدت إلى اندثار ثقافة السبلة أو الحوار في السبلات العمانية هو عدم واكبة الأجيال السابقة لتطور الفكر للأجيال الجديدة والأجيال الحديثة حاليا يعني حتى أنا شخصيا إذا لما أجي أكلم مثلا واحد يصغرني بعشر سنوات أحس أنه فيه فرق بالفعل فكري وفيه تطور فكري مختلف أحنا ما نقدر نستوعبه الاستيعاب بين الأجيال هو قد يؤدي إلى أيضا تلاحمهم في نفس الوقت مقترح الأستاذ ذخاء يعني هذا الفكرة هل تعتقد ستؤدي الغرض هل ستكون فعلا مجتمع مصغر للحوار للنقاش لتبادل الأراء هو والتواصل الإلكتروني أبدا لا يحل محل التواصل المباشر بين البشر هو مكمل فقط ولكن الأصل هو التواصل المباشر بين البشر فأنا دائما أفضل للتواصل المباشر أنا أختلف معهم شيئا ما في هذا الموضوع مع بالفعل يعني الإيماني بأهمية السبلة والتواقل لكن نتيقة اليوم التحولات التي ذكرها الأستاذ أحمد أنه هناك عدة معوقات وصعوبات التحول دون يعني اجتماعنا في وقت معين الحياة تغيرت وصوحت أكثر تعقيدا وهناك التزامات وظيفية واجتماعية كثيرة فنحن الآن غايتنا الحوار فنبحث عن أي أداة ممكن تساعدنا على عمل هذا الحوار اليوم شبكات التواصل والوساط اللي هو الاجتماعية أصبحت بالفعل يعني تساهم في نقاش كثير من اللي هو القضايا في إصال الرأي بسرعة في طرح اللي هو إبداء الرأي في أي وقت العملية ليست مرتبطة بيوم معين بزمن معين فهذه القوانب يعني مهمة كثير تتيح لأعظام من المجتمع التعبير عن رأيهم لا يتاح لهم بالسبلة إذا أخذنا نساء مثلا نساء لا يتاح لها حضور السبلة اللي هو بشكلها الحال فإذن عندها فرصة اليوم أنها تشارك في مناقشة القضايا في الوساط اللي هو الاجتماعية لكن هل بإطار قانوني أستاذ أحمد هل نستطيع أن نؤطر حوار يتم في موقع تواصل الاجتماع بإطار قانوني غير إطار قانوني بإطار أخلاقي كان ممارس في سبلنا في عاداتنا وتقاليدنا بيكون صعب تضبطه لأنه الحوار هو المباشر الوجه لوجه في ضوابط أخلاقية في اعتبارات اللياقة والكياسة وخلافه لكن الناس ثم يكتبوا الضوابط فيها نوع من المرونة ويعبر عن الطريقة لأنه أصلا ما يشوف الشخص الآخر أمامه فما عنده أي حرج من أنه يحجه أو أنه يتعدى عليه قانونيا طبعا في عقوبات يعني واحد شهر بشخص أو جرحه أو سبا أو شمه القبيل هذه جوانب أخرى لا أتناقشها لكننا نتكلم عن أنه الحوار المباشر مهم جدا لأنه مع عدم الإخلال طبعا بأهمية التواصل الإلكتروني في أشياء أخرى أنا حابت أذكر نقطتين سريعتين فيما تعلق بالسبل في مشروع الآن يتم في أحد مناطق السرطان لا أخبركم عننا الآن لكن هو يطبق نفس الفكرة هذه ستكون السبلة للأهل القرية جميل وحيكون إلى جانبه مكان للشباب وهذه السبلة ما راح تكون فقط للعزيات أو الأفراح ما تكون كذلك فيها محاضرات وفيها وسيلة أنه جميع يعني القرية وفي أحد دول الخليج الآن لكن بهذه الفكرة ما راح نؤسس لثقافة التمييز بين الشباب والشياب مشو الضرورة لهم أصلا تمييزين أنت محتاجين جديدين هم تمييزين تلقائيا أنت بالعكس أوجدت أن هؤلاء الناس سوف يلتقوا إذا فقط التقى مكاني ما التقى ما يلتقوا يعني أنا أرى أن السبلة اللي ربما تكون يعني تتعارض مع التحولات المدنية الحديثة بمعنى السبلة هي اللي هم ارتكزها قبلي بما هذه السبلة إلا في حالات قليلة هي تقمع للقبيلة ما شرط ترسور يعني أنا ذكرت لها هي تقمع للقبيلة باستثناء حالات قليلة ولكن أنا اليوم أتكلم عن بناء اجتماعية ممكن تنفيها الحوار وتعبر عن تحول المجتمع أتكلم عن النادي النادي موجود في اليوم طيب لماذا لا يكون النادي محور للحوار القمعية موجودة اليوم في كل ولاية عماني لماذا تكون القمعية كشكل من أشكال المجتمع الحديث هي محور لهذا الحوار وهي اللي هو تدير هذا الحوار يعني فأحنا أيضا لازم نوسع وفقنا ونظرتنا إلى موضوع الأماكن التي يتم فيها الحوار والأوقات التي يتم فيها الحوار وأي من هذه اللي هو الأماكن وهذه الأدوات يتيح أكبر قدر من المشاركة للأفراد المجتمع نريد أشرك السلطان في موضوع الحوار عن طريق وسائل الاتصال الحديثة هل لأنكم لا تجدون متنفس الحوار المباشر لذلك تجدون أن وسائل الاتصال الحديثة هي فرصة للحوار لتبادل وجهات النظر للتعبير عن ما تريدون هي الوسائل موجودة للحوار المباشر للحوار المباشر ولكن مثل ما ذكر الأستاذ أحمد لمرونة الضوابط معظم الشباب يروا أنه من الأسهل إبداء آراءهم أو الحوار في مواقع التواصل الاجتماعي وانخلال الوسائل الالكترونية لأنه عادة ما يكون في بينهم مثل الحجاب بينه وبين الشخص الآخر فهم يحسوا بالحرية أكثر بأنهم يتكلموا في أي شيء يريدوا بعكس للتواصل المباشر جميل لكن الخوف أنه يفهم شيء أستاذ أحمد أن حوارنا المباشر غيب متروك غير موجود غير متاح لذلك الحال البسيط والسريع أن نلجأ إلى الحوار الالكتروني هو طبعا موجود الحوار المباشر في كثير من الأوقات الناس يخاف الصدام هم يفهموا أن الحوار قد يؤدي إلى الصدام فهم يخافوا الصدام طيب وبالتالي هم يلجأوا إلى الحوار الالكتروني يعني أنا بكل طرق الحوار مهم جدا نعم لكن علينا أنه نحن نعلم الناس كيف يتحاوروا كيف يعبر يعني الكلمة التي يكتبها في رسالة نصية لازم هو يفكر ألف مرة إيش أثرها من الشخص الآخر يقلبها يقلبها ويعملها تفكيرا يعني بشكل عام طيب دكتور الآن ما هي الآثار السلبية التي تؤثر على الفرد وعلى المجتمع في حال غياب الحوار في حال طعف ثقافة الحوار والتواصل مع الآخرين هو إذا غاب الحوار من عدة إجهات حوار الحكومة مع المواطنين حوار السلطة التنفيذية مع الموظفين حوار الشباب مع الهيئات المشرفة على شؤونهم إذا غاب هذا الحوار هناك إشكاليات كثيرة قضايا كثيرة تكون يؤقل البد فيها يؤقل حلها تتضاعف مثلا حدتها فهذا الحوار يعني الحوار ليس غاية في حد ذاته هو وسيلة من أقل تحقيق غاية فإحنا اليوم نشهد إذا قازل التسمية انفقار في الحوار ومنتديات الحوار هذا شيء قيد ولكن إلى أي مدى يعني خلونا ننتقل الآن إلى الفاعلية فاعلية هذه الحوارات هل هذه الحوارات التي ندخلها اليوم في قضايا متعددة تهمنا هي فعالة يعني هذا هو السؤال الذي بحاجة لأنه نطرحه أيضا في هذه القلسة الحوارات فعالة فعالة في حل القضايا التي نبحث عنها طبعا أنا لا أقصد بحل القضايا أنه بالفعل كل هذه الحوارات يفترض أنها تؤدي لحل كلها دائما هناك يعني ما بين المتحاورين هناك مفاوضات وهناك تنازلات إشكالية أيضا كيف كيف نوازن هذه العملية يعني قضية معلقة في جانب إداري ليس من المعقول أن تتعنت المؤسسة هذه الإدارية وأن يتعنت الموظفين بحاجة لأنه أيضا يكون ما بين نوع من الحوار التنازلات تنازل من هذا الطرف تنازل من الطرف الآخر بغية الوصول إلى منطقة وسط والحوار يعني يهدف إلى الوصول إلى منطقة وسط التي فيها على الأقل تحقيق لآمال طرفي الحوار جميل لكن قبل أن نتكلم عن طريقة الحوار وهل حوارنا فعال أو لا أصلا نحن ماذا نناقش ما هي طروحاتنا في الحوار يعني سلطان في اجتماعاتكم كشباب يعني ماذا تتحورون ما هي الموضوعات التي تشغلكم يعني في حواراتكم المباشرة في قلساتكم الشبابية والله عن أي شيء ممكن تتصوروا من موضوعات مثلا آخر حوار معك مع مجموعة شباب التي التقيتهم كان عن أي شيء كان عن موضوع برنامج كان في انتقاد جدا قوي لموضوع البرنامج الذي تكلمنا فيه عن موضوع الاعتصامات فكان في نقد لجزئية الإجراءات التي عرضت في البرنامج خصوصا في ظل غياب القوانين فهل هذه الإجراءات صحيحة هل تم قياسها بشكل صحيح فنحن نناقش حتى مواضيع قانونية حساسة بغض النظر أنها موضوع دراسي لا نناقش مواضيع يعني حتى علمية يعني خلي المواضيع الأدبية نناقش مواضيع علمية نناقش مواضيع تهم المجتمع وناقش أيضا مواضيع خاصة بيننا نحن شباب جميل لكن هل تناقشوها من ناحية خاصصية أم لا بس أجل الكلام والحوار والنقاش ونعود إلى النقطة التي ذكرها أستاذ أحمد فقط نقاش وكلام حسب الخلفية الثقافية لكل شخص حسب الخلفية الثقافية لأنه إذا خلفية الثقافية في الموضوع الحوار قوية ممكن تكون أكثر اختصاصا في الحوار فيه لكن إذا خلفية الثقافية ضعيفة ممكن أنت تستفيد من مجرد الحوار بأن تثري خلفيتك الثقافية نعم طيب أستاذ أحمد هل بالضرورة أن يدخل كل موجود في أي قرسة في الحوار مثلا حوار طبي وأنا لست حتى أكون موجودا أننا نتحاور معهم أعود وأقول مرة أخرى الحوار عملية منهجية فيها ضوابط فيها إجراءات معينة يعتمد على الهدف من الحوار إذا الهدف مثلا من الحوار هو التوعية العامة أو فهم وصول إلى فهم مشترك على سبيل المثال أنا فهم على سبيل المثال مادة معينة أو على سبيل المثال نأخذ مثلا قضية دينية معينة أنا فاهم لها من منظور وأنت فاهم لها من منظور آخر فنحن نتحاور يمكن أن تقصر الحوار علي وعليك حتى أفهم كيف قيفتها وتفهمتها كيف قيفتها لربما لا تقتنع ولكن في النهاية الهدف من هذا الحوار هو الوصول إلى فهم مشترك أو أننا أفهمك إذا كان الحوار يعني قضي الوصول إلى حل نزع هذا يعتبر نوع من مفاوضات وهو نوع آخر من الحوار وهذا كذلك لإجراءات مختلفة سؤالك ما إذا كان جميع الموجودين يشاركوا في الحوار هذا حسب تصميم الحوار على سبيل المثال المجموعات اللي أنا كونتها أو اشتغلت معاهم فيما تعلق بثواء حوارات لحل نزاعات أو حوارات لحوارات بين الأديان أو بين المذاهب الفكرية نعم كان تختار جميع المشاركين معاك أنت مثلا عشرين شخص طيب تختارهم بعناية وبعدما تختار العشرين شخص كل واحد منهم له دور في الحوار لا يوجد واحد منهم مفتفرج فقط لكن بناء على قراءته بناء على خلفيته بناء على ما يقرأ على إسحام اللي ممكن يتم منه نعم ودوره في المجتمع لما جيب لي أنا مثلا معلم وجيب لي مثلا شيخ جيب لي مثلا رجل أمن جيب لي تاجر جيب لي أم زوجة كل واحد منهم محسوب له يعني مساهمته في هذا الحوار وتسمع منه بالكامل ما تقاطعه طيب دكتور سيف يعني ألا تلاحظ الآن هناك ملمح منتشر في ثقافتنا في ثقافات الحوار أن نقحم أنفسنا في كل شي وإذا كنت تنظر إلى أنها موجودة يعني كيف تعزي أسبابها أستاذ نكتور بالجواب بعد ما نخرج بالفاصل إذن مشاهدين متواصل معكم في الحوار في برنامجكم وستوديو الشباب حول موضوع ثقافة الحوار وأخلاقيات الإنسان العماني في ثقافته في الحوار والتعاطي مع مختلف الأمور بعد الفاصل مزاق تذغبين بحلاوته ويفتح عينيك على لقته ما نعومتني تلفك بالحرير وتبهرك كل مرة أكثر بكثير جالكسي عندما تعصق الشوكولاتة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عارف أنك جيتكلمني عشان أني أعطيت الرجال اللي في الخارج صدقة يا أخوي أنا خبرتك الصدقة في يد مستحقيها فالأقربون أولى بالمعروف وإنت ليش مكبر السالفة؟ الموضوع كله الكثير نصريال يا أخي يا أخي ربنا قال وأما السائل فلا تنهر فرق ما بين المحتاج والمتسول وشوف حصيلة اليومية كام يمكن راتب يصير أكثر منك والله أنك حاسب بتحسد الفقير على لقمة عيشه؟ بعدين هو إذا ما محتاج ما رح يسأل الناس أنت تعرف أنك بمساعدة المتسول بتساعد على انتشار المتسولين؟ يا أخي يمكن ما قادر يشتغل أوصحته ما زينة في مؤسسات كثير معروفة وتساعد اللي ما عنده قدرة للشغل ولا تنسى اعطي أخوك سمكة بتشبعي يوم ولو علمت الصيد بتشبعه كل يوم أنا أذكر واحد في حارتنا متسول عنده هبشة فلوس لا تشجع على التسول بل كن مصدر تحول حياكم مشاهدين من جديد إذا متواصل معكم في هذا الحوار الشبابي حول ثقافة الحوار في برنامجكم استوديو الشباب تكلمنا في الجزء الأول في المحور الأول حول مفهوم ثقافة الحوار كيف نؤسس لثقافة حوار تكون منبنية على أخلاق الإنسان العماني وعلى أساس التبادل وتقبل الرأي الآخر دكتور سيف كنا قبل الفاصل نسأل هل بالضرورة أن يكون الواحد محاورا لذلك لابد أن يدخل نفسه في كل الحوارات في كل موضوعات يعني في كل قلسة إذا كنا نتناقش عن موضوع مثلا حتى أكون موجود في الموضوع لابد أن أقحم نفسي وأناقش في هذا الموضوع نعم يعني يتوقف على نوعية الحوار هل هذا الحوار من أقل بالفعل قضية مهانية تخصصية أم أنه حوار عام إذا كان من أقل قضية المهانية علمية تخصصية تفيد له مؤسسة معينة فالأقدر أنه يتحاور الناس اللي هو المتخصصين في هذا الشيء قضية طبية طباء قضية تربوية التربويين وما أدرى الناس بها لكن إذا كان حوار عام بعض الناس طبعا من نتيقة عوامل ثقافية يحب أنه يسق الحضور يعني أنه ما يظل صامتوا فأحنا ننظر هذه الأمور أنه الكل ولذلك هذا أيضا مرتبط بالواتساب الآن أنه أيضا يحبوا يشاركوا ويعلقوا وأحيانا وأحيانا يضيفوا آراء أخرى في القضية وآراءهم لأنه بعيد ولذلك تأتي الشائعات ولذلك تأتي كل هذه الأمور فموضوع الحوار الذي ينبغى أن يشارك فيه في الموضوع من يكون على دراية بالموضوع أستاذ أحمد هل تنظر إلى هذا هذا الأمر بعين رقيب بعين متابع للأمر أننا تغيبنا موضوعاتنا لابد أن ناقشها وذهبنا إلى موضوعات لا تستحق النقاش من ناحية علمية صرفة يعني أنا أقول لكم ما في موضوع ما يستحق النقاش كل موضوع يستحق أن يناقش ولكن أنت عندك أولويات نعم يعني ممكن تحدد أولوية المهمة بالنسبة لك في هذا الوقت للمجتمعك طيب في بعض المواضيع اللي فعلا الناس يناقشوها بالنسبة لي قد لا تكون ذات أولوية ممكن يستعيدوا عنها بمواضيع أخرى أهم تتعلق بهم هم كأشخاص تتعلق بعملهم تتعلق بمجتمعهم بس أنا أظن أن الناس الآن أنا أخذوا موضوع إيجابي لحد ما طيب أظن الناس حاسين بأنه في عندهم التزام تجاه المشاركة يعني برأي ما أو بموضوع ما وعملية الوسائل التي صالح هذه الساعدت تحقيق هذا الالتزام يعني سابقا الناس حتى يشاركوا كان عليك يكتب جريدة أو يكتب كتاب الحين لا تعملك مدونة مع تويتر أكاونت مع واتس أب ممكن تبدأ محوار تدع تعمل أي شيء فهذا من منظور أن الناس حاسين بإلتزام تجاه مجتمعهم تجاه المشاركة بالرأي وتكوين رأيه حاسين اللي يجب عليهم أن يكون معهم رأيه لكن هل كل هذه الأراءة مدروسة هل كل هذه الأراءة من بنية يعني على ضرورة نحتاجها فعلا هل يعني وصلنا إلى أن لا تجد لدينا موضوعات لذلك ناقش موضوعات الآخرين أساسا والله شوف أستاذي إذا أي موضوع يطرح إذا جذب انتباه مجموعة من الناس معناه أن هذا الموضوع يشغل بالهم طيب علي أنا كفانأ قرار أو كباحث أني ألتبت هذا الموضوع على سبيل المثال موضوع ذكرته سابقا أنه كان فيه اجتمام بختان الإنث طيب إذا هذا الموضوع تمت مناقشته بطريقة علمية جيد تمت مناقشته بطريقة غير علمية جيد كذلك لكن لا نستطيع أن نضبط مثل هذه الموضوعات سلطان أبو الضرورة نريد أن نشرك رأي سلطان أبو الضرورة هل نستطيع أن نضبط مثل هذه الموضوعات الحوارية في وسائل الإتصال حديثة كشاب يعني يهمك مثل هذه الموضوعات تدخل فيها شخصيا لا ولكن يمكن فيه شباب آخرين يهتموا في الموضوع لماذا هم يهتموا و أنت لا تهتم اختلاف الآراء وارد يعني ما عشان هو موضوع شبابي يعني أنا اهتم فيه على سبيل المثال أنا ما عندي اهتمامات مثلا في الموضوعات الرياضية بعكس غالبية الشباب نعم فاختلاف الآراء وارد لكن أنا أرى أنه من المهم عدم تهميش آراء الأقليات طيب يعني إذا كان الأقلية عندهم رأي معين حابين تحاوروا فيه فلهم الحرية في الحوار في التعبير مدام أن الحوار كان ضمن ضوابط معين أو يخرجوا به به بهذا الأهداف نعم يعني أنت ما تدخل في حوار إلا إذا كان صميم اهتمامك بالضبط وحتى لو ما كنت متخصص فيه بطريقة تستطيع أن تبدي فيها رأيك أقل شيء هو فيه نوعية من الناس اللي يكون عندهم رأي في كل شيء أنا ما من هذا النوعية ولكن على الأقل أسجل حضوري الصامت في الحوار لكي أستفيد منه نعم كيف تنظر إلى مستوى حوارات الشباب وإنت تقترب منهم طلاب زملائك هل هناك نوع منتشر كثير من ذوي الأشخاص اللي لديهم رأي في كل شيء حقيقة لا فيه إدراك عند الشباب أن هذا النوع مش هو الطريقة الصحيحة للحوار فيه تطور لثقافة الحوار عند الشباب خصوصا ألحظها في مجتمعنا الجامعي في الجامعة فبدأ فيه تطور كبير في الحوار عند الشباب جميل أنا أظن أن هذه السمة خاصة بالطلبة في الجامعة مرتبطين بمستوى علمي وتثقار في معين الشباب الآخرين خارج جامعة أستانقابوس أو خاجد المستوىات الجامعية كثيرا ما يعتمدوا على يعتمدوا على تكوين آراءهم على الشائعات وعلى الحوارات في واتس أب وماذا قيل لهم ويظنون أن عليهم لذاما أن يكون لهم رأي في كل شيء في مجموعة منهم كيف نعالج هذه المشكلة دكتور؟ هذه مشكلة صعبة العلاق يعني بحاجة إلى عادة بناء ثقافي نحن كل هذه المظاهر التي نتكلم عنها وتعاملنا مع الأشياء الحديثة ومن مؤسسات حديثة للحوار هي مرتوطة بالثقافة طيب من ضمن الارتباطات الثقافة أن أعبر عن رأيك؟ لماذا تحرمني من التعبير عن رأيك؟ لا أحرمك أن أعبر عن رأيك هذه الوسيلة للتعبير عن رأيك؟ بإمكانك تعبر عن رأيك ولكن أيضا دائما نتكلم أن هذا الرأي يعني له تبعاتي فكيف تستطيع أن تعبر عن رأيك؟ بالذات في قضايا حساسة يعني وأن تكون في الأطار السليم لا تؤثر على مثلا قيم مجتمعية لا تؤثر على احترامك القوانين معينة لربما تطالق نتيجة خروج عن هذه القوانين يعني بغى أن تكون واعي أنت اليوم في مجتمع حديث يعني فإحنا اليوم هذه المظاهر اللي نسميها النوافذ المتعددة للحوار إحنا اليوم عندنا نوافذ متعددة إحنا ما عندنا إشكالية اليوم في النوافذ ولا عندنا إشكالية في الأدوات يعني بالعكس إحنا اليوم نعيش لربما ظاهرة انفقار في تبادل الأراء والحوارات ولكن بحاجة إلى قلسة نقيم هذه القوانين صحيح نتأمل لنصمت قليلا وأتأمل هذه الأراء لأقيم يعني فبحاجة إلى أنه أيضا أمتلك أدوات اللي هو التقييم وأنه يعني أكون متابع لحدث معين بدل من أن أكون في قلب الحدث يعني حتى أيضا أقيم ما يطرح في هذا طيب كيف نستطيع أن نحدد بأطر واضحة الفرق بين الحوار وبين الانتقاد يعني هل بالضرورة حتى أدخل في حوار معك لابد أن أنتقدك لابد أن يكون رأي مخالف لرأيك يعني موضوع الرأي ممكن يحمل الانتقاد معين يعني وبحاجة لأنك تتقبل هذا الانتقاد وأن تدافع يعني أيضا تفند هذا الانتقاد بحاجة أخرى يعني فليس بضع يعني يعني إحنا الآن الحوارات يعني التي نضعها هي من أجل حل قضايا معينة وخلينا نتكلم عن الإطار اللي هو الوطني حل قضايا معينة هل هذه الحوارات بالفعل يعني تطرح له الحقق منطقية آرام منطقية مدعمة يعني مؤطرة من أجل حل هذه القضايا يعني لربما نختلف وهذا ليس يعني مشكلة لا يعني أنه إشكالية ولا يعني أنه انتقاد لمؤسسة معينة لربما هذا الانتقاد هو يكون عامل في بالفعل إيجاد نوع من الحل لقضايا معينة تحقيق لصالح عام يعني فينبغى أن لا نكون حساسين يعني نحن المجتمع العربي بسمته دائما حساس لكل شيء يعني مجتمع عاطفي وهذا أيضا يعني ينطلع على المؤسسات التي توجد في هذا المجتمع فينبغى أن نكون لهل نكون لهل على القل يعني عندنا نوع من التقبل يعني الأسبوع الماضي كان عندي مقال حول موضوع التعليم فأحدهم يعني كتب لهل يعني مقال في الواتساب لرد على هذا المقال ودخل في أمور كثيرة أنا أتقبل الرأي الذي طرحه نحن بنتكلم عن موضوع ثقافة الحوار المؤسسي يعني كيف أيضا المؤسسة تقيم ثقافة الحوار لكن لكن نحن اليوم هذه الأدوات يعني إشكاليتنا نحن مستهلكين يعني طوال تاريخنا كثقافة عربية مستهلكين ودائما نتعامل مع الاستهلاك بطريقة غير رشيدة فكيف الآن السؤال كيف نتعامل مع وساطة الوساطة الاجتماعية بطريقة رشيدة ما ننظر لها إلى أنه شيء استهلاكي ونتصرف فيه كذا بعشوائية ونتعامل معه هذه بالعكس أدوات اليوم فعالا نستطيع أن نبني فيها نبني فيها وطن ندعم من المصيرة وطن ندعم من التماسك اتماعي ندعم من مشاركة سياسية المشاركة السياسية ليست في وقت الانتخابات يعني انتخابات الشوار تبادل أعراض تبادل وجهة نظر وفي إحصائية ظهرت العام الماضي تقرير عن كلية دبي حول تأثير الوساطة الاجتماعية في حياة العرب بالفعل خرقوا بمؤشرات عن عمان هذه المؤشرات قيدة يعني 78% من العمانيين من شمالتهم العين يرون أن هذه الوساطة ساعدتهم في تعزيز المواطنة والانتماء كثير منهم أيضا 76% ساعدتهم في تحقيق التماسك الاجتماعي فهذه الوساطة يعني نحن عندنا له طريقين ننظر لها ياما طريق إيجابه سلبي فينبغى أن لا نكون قلقين كثيرا دائما نحن مهووسين بالقلق يعني من كل شيء جديد أنا قبل ذلك مع الصحون اللاقطة عندما ظهرت في آخر التسعينات وعندما ظهرت العولمة كثير من المفكرين اللي هو العرب اللي هو الحذر من العولمة وجمنده كتب ومقالات نحنها ظاهرة محايدة الشاطرة الذي يستفيد من أدواتها يعني من أجل هو تدعيم من المسيرة وتنمية جميل نريد نشركك أستاذ أحمد فرأي هل بالضرورة حتى أكون محاور معك في حوارك أن أختلف معك أن أنتقدك هل هناك شعر فارق بين الحوار وبين الانتقاط شوف إذا مرة أخرى الحوار عبارة عن أداة أو وسيلة بشكل عام وهو عملي منهجية النقد الموضوعي أحد الأساليب المستخدمة نعم يعني لا أخرج ما بين الشخص والموضوع أو بين الشخص والمؤسسة الإشكالية التي تجهد الكثير من الحوارات هو الشخص فينبري الشخص دفاعا عن نفسه وينسى الموضوع الذي جاءه للمناقشته فالانتقاد العام المطلق المرسل ظاهرة غير صحية مرفوض مرفوض ظاهرة غير صحية أما الانتقاد الذي هو مبني على معايير بعدما معايير هذه أو الأسباب مثل والله سمعنا والله في كل مكان في العالم أنا أحفظ كثير من الاجتماعات أو محاورات والله في كل العالم كي يقول علي أساس يقول في كل العالم عندك إحصائيات عندك بيانات هذا الإنسان يكون حذر جدا فيما يقول لأنه هذا يعني هو يبني عليها قناعة وقد يؤذي شخص قد شخص آخر يسمع ويبني عليها قرار معين فأنا أظن أنه الانتقاد أو النقد بالأحرى النقد أسلوب من أثاليب إثارة الحوار حتى تشجع الشخص الآخر أنه هو يدافع عن الموضوع أو يوضح الموضوع مع عدم الخلط بين الشخص والموضوع هذا مهم جدا طيب سلطان أنتوا في حواراتكم هل تلحظ بينكم كطلاب فكرة تقبل الرأي الأخر موجودة أم الاعتماد على قوة الصوت والاعتماد على إثبات الحجم والرأي بقوة حتى أثبت أنني صحيح هو بصراحة ما بين البينين يعني تختلف من شاب لشاب أولا وبعدين تختلف باختلاف الموضوع أحيانا الموضوع بعض الشباب يعتبره مثلا شخصي أكثر فممكن يتحمس فيه أكثر ويعلي بصوته ويبتعد عن أداب الحوار لكن أنا أؤكد على نقطة الأستاذ خالد بأنه النقد يثير أستاذ أحمد أحمد بأنه النقد والانتقاد يثير الحوار بالفعل هو النقد يثير الحوار وبالتالي نستطيع من خلاله أنه نكون موضوعيا أكثر في الحوار وأنه نثير نقاط لما يكون ننتهلها في الحوار طيب سلطان أنت عندك تصور واضح للمحاور الجيد تستطيع بعد هذا الحوار أن تخرج وتقول أنه فلان محاور جيد وفلان غير محاور هل نستطيع أن نعطر هذا الإطار نقول محاور جيد ومحاور غير جيد نعم المحاور الجيد عادة الذي يصغي ضعفي الوقت الذي يتكلم فيه المحاور الجيد هو الذي يستطيع أن يرى من لغة الجسد وأن يلتزم بالنص يعني هو عنده محاور معينة لنقاش يلتزم بها المحاور الجيد والمدير الجيد للحوار الذي يتفق مع جميع الأطراف على منهجية النقاش وطرح الأفكار وإذا خرج أحدهم عن الخط يضع كل شيء في النصاب هل لديك هذا التصور الواضح سلطان كطارف في مثال يعني يردد كثيرا لكن لا يحضرني حاليا أن الله سبحانه وتعالى عطانا إذنين وعطانا لسان واحد فإنه يفترض بأن نسمع مرتين الاستماع جدا مهم حتى قبل التحدث في الحوار كذلك الموضوعية ثم الموضوعية في الحوار مهمة جدا طيب دكتور سيف هل بالضرورة أن يكون المحاور ممتلك لمادة علمية متطورة ومتقدمة وثرية وغنية حتى يكون محاورا جيدا لماذا نسمع كثيرا يعني ما يضرب مثال بالمحامي لأنه لديه ملكة الحديث ملكة الكلام لذلك هو محاور جيد يعني المحامي إذا لم يمتلك هذا الملكة لن يستطيع أن يتقدم في عمله ويفكر ثقات حتى لو أن تكون لديه ثقافة من المعلومات ويفتقد ثقات لهم موكلي فهي طبيعة مهنة لكن عندما نتكلم عن الحوار هذا يتوقف على موضوع الحوار يعني نعود ونضع الأمور في إطارها يعني موضوع الحوار هو الذي يحدد نوعية أحيانا أنت في قضية إدارية بحاجة إلى واحد ممارس فيها بمعنى أنه في خلاف إداري معين فالشخص الذي عنده خبرة مثلا أنه مرت عليه قضايا مشابهة يعني واحدة أو اثنتين أو ثلاثة فإذن هذا يمتلك الخبرة فأنت بحاجة يعني ما دائما من يمتلك المعلومات بحاجة أيضا بعض الأحيان إلى من يمتلك الخبرة واحيانا وهذه نقطة مهمة بحاجة إلى من يمتلك القرار أنه أحيانا تتحاور في قضايا ولكن لا يوجد قرار عندك فأنت بحاجة إلى هل بالضرورة الحوار يكون لقرار لا فبحاجة في هذا الحوار بحاجة إلى أنه من يمتلك شو ضرورة في خلق ما بين الحوار ومفاوضات هنا الحوار إذا كان الهدف منه يعني الوصول إلى اتفاق تسوية يجب المتحاورين يكون معاهم وصدوا اتخاذ القرار أما إذا الحوار كان بغض الفهم غضب إقناع معين ما يفوز القرار تبني قناعات شخصية يعني أنا أقصد بالموضوع القرار أن هذه الحوارات المؤسسية والتي ترتبط بقضايا دائما فيها شخصين أحيانا غير متساويين شخص يمتلك سلطة والشخص لا يمتلك هذه السلطة فأنت بحاجة من أجل إحداث تغيير الوصول إلى حل بحاجة إلى من يمتلك له القرار صدار القرار في هذه القضية نحن نقطة اليوم لازم توقف عندها في تقييم الحوارات التي تدور من حولنا أن هذه الحوارات التي تقرأ الآن بالفعل أنها وقدت من يستمع عليها ويصدر له القرار يتخذ القرار المناسب لأنه أحيانا يعني يحدث أنه أنا كمنتخذ قرار أسمع له بقضية في خارج أطار له المؤسسة التي موجود فيها الآن هل أنا أخذ هذه القضية إلى المؤسسة وأبادر في إيقاد حوار حولها من أجل حلها أو أنه أتجاهل هذه القضية حتى تثارعا حتى أصطدم بهذه القضية أنا أعطي مثال فقط لأهمية هذا الموضوع لأنه اليوم نحن في كثير من القضايا أنه لا يهتم مثلاً له متخذ القرار فيها إلا لما يصطدم فيها مع أنه يسمع عن هذه القضية يسمع في إطار مثلاً مؤسسته دائرته مثلاً الأستاذ في إطار الذي طلبته حول متطلبات معينة لكن لماذا لا تبادر أنه أنا سمعت أريد أعمل حوار معكم حول هذا الموضوع حتى بالفعل أحل هذه القضية يعني الحادثة التي أذكرها وهي حساسة أنه قررت في سنغفورة أنه واحد عنده ابن عضو في البرلمان في يوم من الأيام سألوا يعني إذا دخلت سنغفورة في حرب هل ستقادل وتدافع عنها أقابوا طبعاً لن نقاتل ولا ندافع عنها هذا العضو بحكم اللي هو مركزه أخذ هذه القضية لأنه أصبحت بالنسبة له مؤشر معين يعني بحاجة لأنه يأخذها إلى البرلمان وبدو ينافش فيها نحن نريد هذا النموذج ليسمع القضية ويبادر بطرحة للنقاش أن نستبق الحدث يعني نعم لا أن ننتظر حتى تأتي القضية إليه جميل كيف نؤسس لحوار مؤسسي منظم ومنضبط وبأطر قانونية في أي مؤسسة؟ الحوار بيحتاج إلى أولاً أن حرية التعبير تكون مقفولة صراحة بكل وضوح أطرها تكون واضحة في القانون ما تكون فتفاضة عامة جداً هل حرية التعبير واضحة لدى المجتمع؟ مش بالضرورة سلطان واضحة لديكم حرية التعبير؟ حرية التعبير أساساً حرية مفترضة قد يدركها البعض في جوانب معينة كالحرية السياسية كالحرية التعبير السياسي والحرية في التعبير الآخر حرية التعبير السياسي؟ هل الحرية مرتبطة؟ حرية التعبير مرتبطة في المقام الأول بالمخصوم السياسي؟ لا، برأي بأي شيء مرتبطة بأكثر من السياسي حتى الحرية التعبير قد تكون حتى من خلال كتابة القصائد من خلال المسرحيات، من خلال الأفلام هذه كل حريات مفترضة قد لا يدركها البعض ولكن الشباب أو الشعب بشكل عام والمجتمع يدركوا عادة الحريات اللي يتم فيها المشاحنات بين أطراف مختلفة سواء بين الشعب والحكومة أو بين الشعب أفراد متفرقين من الشعب هذا هي اللي يدركها أكثر شيء الشعب ولكن الحريات الأخرى هي حريات مفترضة قد لا ندركها ولكنها موجودة عندك القانون اللي هو الإطار العام وعندك الأطر أو البناء الأساسية على سبيل المثال حق الوصول على المعلومات حتى الحوار يكون مبني على شيء معروف حق أو تسيير إجراء المسوحات والاستطلاعات هناك إجراءات معقدة شوية بعد ذلك يكون معاك مؤسسات مجتمع مدني تكون متخصصة في مجالات معينة وتساعد على الحوار حالياً معظم مؤسسات المجتمع المدني اللي عندنا إما مهنية مختصة فقط بمجال مهنها أو خيرية تقدم مساعدات أو أنها جمعيات مرأة عامة أو فيه ممكن مؤسسات خيرية بسيطة ثنتين لكن المؤسسات المجتمع المدني اللي هي مختصة بجانب فقري ما يعني سبيل المثال لو مثلاً معانا بيت خبرة أو مركز فكري مؤسسة مجتمع مدني متخصصة في قضايا التربية والتعليم كانت هذه ممكن تكون مركز محايد للإضلابات اللي حصلت مؤخراً بين المعلمين وبين الوزارة وممكن أن تكون تقود عملية الحوار بدون يكون الحوار جاء مبادرة من الوزارة طيب ليش وصلنا إلى هذه المرحلة؟ ليش وصل الموظف إلى هذه المرحلة؟ هل لي أن الحوار مغيب؟ هل لي أن نفتقد إلى قنوات الحوار دكتور؟ يعني إحنا إذا نرجع إلى التوقيهات السامية بشأن فتح النوافذ للحوار بشأن تواصل المسؤولين مع الموظفين هذه القوانب التي حظيت باهتمام شديد كنا نتمنى دائماً أن السلطة التنفيذية يعني تتعامل بشيء من العقلانية والحوار مع هذه لأن القضية هي بسيطة جداً كممكن يعقد حوار ومثل ما ذكرت أنا قبل أن تكون أين كنت أمر نبحث عن المتحاورين نبحث لا نقل المحاورة كنا نقل الطلبة في الشوارع ولكن لا نقل المتحاورة ونسأل وهذا السؤال ليس طبعاً لما أقول أنه نسأل هذا ليس سؤالي سؤال الكثيرين أين الوزارة وزارة التربية؟ لماذا لا تتواقد بعض أعضاءها في المدارس من أقل الحوار مع المعلمين؟ وأين المعلمين لماذا لا تتواقدون؟ فالوزارة تنتظر في ناحية والمعلمين في ناحية إذن لا يوجد رغبة من أقل القلوس اللي هو مناقشة هذه القضية مع أنها أنا موقع نظري كانت قضية بسيطة ممكن تحل لو كان في قلسة هادئة كذا وكان في حوار لكن لماذا وصلني إلى هذه المرحلة دكتور؟ لماذا وصلني إلى هذه المرحلة؟ يعني لماذا وصل المعلم أن هل لأن المعلم لم يجد قنوات للحوار نحن مغضى النظر عن أنه يكون معلم هذا هو الدعوة التي أدعوها للتقييم المنافذ الحوارية هل الحوار اليوم المؤسساتي فعال بالفعل الحوار مع الشباب والحوار مع الموظفين هل اليوم تغيرت العملية الاتجاه الواحد في النظر إلى القضايا نحن لدينا اليوم تأكيد من القيادة بأهمية الحوار وبالفعل شهدنا كثير من المظاهر واليوم هذا البرنامج وغيره من البرامج وشياء كثيرة وقضايا كثيرة كان حول حوار فأحنا نريد أن نعزز هذا الاتجاه لكن لا نقدر لهم مؤسسة مثلا أو حتى قضايا بعض القضايا التي تصلني من القراءة يتبعوا مني براءة ساحية تكون سهلة يعني مثلا متخذ قرار عنده موظف يحاول أنه يتواصل معه القضية معينة وللسنوات ولكن لا حياته لمن تنادي فأحنا لا نعرف هل هذه ردة إلى بالفعل صعوبة مع أنه وقدت له قنوات التي هي شؤون المراقعين بتوكيهات من مجلس الوزراء فأحنا لا نعرف هل هذه بالفعل ردة إلى ما مضى أنه الموظف أو غيره يجد صعوبة بفعل أنه يصل إلى ماتخذ القرار وعنده قضية بحاجة لأنه يتحاور مع شهر قضية وقعات أستاذ الفاضل أنا أظن أن الحوار المؤسسي بمعنى المعروف غير ممنهج وغير مستقل في السلطنة بشكل عام في بعض المؤسسات أفضل من غيرها غير ممنهج لأنه ما تجد لدينا ثقافة المنهجة للحوارات لا هو في قلق على سبيل المثال صناع القرار اللي أنا عملت معهم أو تعاملت معهم أو عرفت عنهم طيب في عندهم قلق من أنه ممكن الشخص هذا تعطيه شبر يعني يأخذ منك ذرع مثلا مثلا يخافه مثلا شيء أو أنه قد يواجهه بأشياء هو ما مدركها وفي قضية كذلك تساهل يعني مثل ما قال الدكتور النظر الأحادية والله ما يعرفه إحنا نعرف أنا أعرف أفضل منهم هذا النظر الأحادية كانت فيه إشكالية بس كذلك ممكن نأخذ جانب الآخر بعض المواطنين أو أصحاب الميهة بشكل عام ما يدركوا أن الحكومة يا جهاز كبير مترحل أداء ثقيلة جدا في الحركة فيه بيقراطية يعني فيه قارات حتى تنفذ تأخذ وقت طويل جدا لكن أنا أعزي الموضوع كله إلى أنه قضية تساهل عدم إدراك بأنه الآن وعي الناس توقعات مختلف عن ذي قبل قبل 2011 وعي الناس كان مختلف إحساسهم باللا مبالاة كان مستشري بعد 2011 رأوا أنه كمواطن عليه أن لا يكون لا مباليا عليه أن يكون مهتما فهذا التوقع كان يفتدعي اهتمام أكثر بقضية لكن هو الأمر أنا بتداخله ويرتبط القوانين أنا عندي قضية معينة اليوم هل القانون إذا أنا بالفعل رفعت هذه القضية لمنتخذ القرار ممكن يقنعنا القانون لا يسمح إذن هناك أدوات لمناقشة هذا القانون الذي يسمح إن كانت هناك قنوات مجلس الشورى وغيرها فإحنا اليوم هذه البناء الحديثة نريد أن نستثمرها من أجل التغيير اللي هو الإيجابي لكن أنت تتجاهل القضية هذه إشكالية أنت ممكن لا تتجاهل وتناقش القضية وتتحاور وتضع القانون أنت تتحرك كمؤسسة اليوم أنت عندك قانون معين قائم إذن القانون لا يسمح إذن تلقى إلى مرحلة أخرى من الحوار من أجل التعديل وصل إلى النتيجة طيب سلطان فيما إذا كانت لديكم ملاحظة إشكالية ما هي قنواتكم للوصول إلى صاحب القرار في الجامعة في الكلية حتى تصلوا بالنتيجة تمام بداية قبل ما أجابك عن سؤالك أحب أضيف أنه في مصطلح خاطئ جدا صار ينتشر وهو إضراب المعلمين وهو من ناحية لغوية ما في فرق بين الإضراب والاعتصام ولكن من ناحية قانونية الموظف العام لا يضرب الموظف العام يعتصم فهو كان اعتصام المعلمين بالمصطلح الدقيق أكثر جميل مصطلح قانوني لكن على مصطلح واقعي ما نعرفه هي شو ما وجدنا من ناحية لغوية هو نفس الشيء إجابة على سؤالك في الجامعة نحن نملق قنوات التواصل ولكنها ضيقة جدا ونعاني أيضا من مثل ما ذكر الأستاذ أحمد نعاني من البيوقراطية أيضا حتى في قانواتنا الجامعية في الحوار يعني الطلبات البسيطة قد تأخذ أسابيع طويلة لإنجازها لماذا؟ أعتقد لمركزية اتخاذ القرار هل تحتاج إلى من يمثلكم مثلا هناك اتحاد طلابي مثلا جماعة طلابية تمثل أراكم وجهة نظركم أعتقد حتى لو كان في حد يمثلنا مدام كان في مركزية في اتخاذ القرار رح يظل القرار على ما هو عليه يعني رح يتظل هناك نوع من البيوقراطية في التعامل مع الطلبة في الحوار حتى معهم كيف نستطيع أن نتغلب على هذه النقطة دكتور كونك أيضا يعني مسؤول أنت الآن نعم أن نراجع لهم عملية اتخاذ القرار يعني هناك بعض الأشياء بالفعل مثل ما ذكر الآن سلطان أنها أشياء بسيطة يعني فليس لا تستدعي هذا هذا الانتظار من الوقت الأداء اللي هو المؤسسات وهذه المراقعة ليس لا نقصد بها النقد نحن نبحث عن فاعلية الفاعلية هذه تنعكس على كل هذه النقاشات اللي نقريها الآن هي شيء لغاية اللي هو بالفعل لغاية نبيلة ولغاية لإيقاد مزيد من الحل القضايا اللي هو البسيطة اللي نتكلم عنه خلينا من القضايا الكبير حتى نجد مزيد من الحلول يعني لموضوعاتنا يعني سلطان والدكتور يعني مجال لأن تلتقوا مع بعض تناقش مثل هذه الموضوعات البسيطة دكتور بدورك أيضا توصلها إلى صناع القرار وأصحاب القرار في الجامعة مثلا حتى نجد حلول لهذه الموضوعات التي بسيطة كما ذكرت أنت تحتاج إلى ثقافة للحوار وثقافة للتواصل فيما بينكم السيد أحمد هناك سؤال يعني دائما يذكر في موضوع الحوار المؤسسي الآن المسؤول في أي جهة رئيس القسم ثم مدير الدائرة ثم مدير العام ثم بعد ذلك القيادات العليا أليس من المجتمع نعم فإذا كان هناك خلل في التواصل وفي ثقافة الحوار وفي ثقافة تقبل الرأي إذن هناك خلل في المجتمع أساسا خلل في المجتمع هذا إصطلاح كبير جدا أنا ما أستطيع أن أتفق معه طيب هو قد يكون خلل في الاتصال مع المجتمع قد يكون عدم ثقة في المجتمع يعني أعطيك مثال بسيط طيب الرئيس القسم هذا أو المدير الدائرة هو معني مثلا في المثال بإصدار لائحة أليس من المناسب أنه قبل أن نظر هذه اللائحة بعد أن يعرضها على المختصين يعرضها على المتأثرين بها المواطنين يتيحها للناس يؤذعوا رأيهم فيها بعد أن يبعثها مثلا وتصبح قرار فبالتالي أنا أظن أنه يعني الرئيس القسم أو الموظف الحكومي بشكل عام عندما يدخل داخل العملية الإدارية يتقمص شخصية المؤسسة وينسى إنسانيته يعني ينسى أنه فرد المجتمع ويصبح يدافع عن المؤسسة أكثر من أنه يدافع عن المجتمع في حين أنت أنا أفترض من كلامك أنه المفروض يكون عند نوع من الموازنة لأنه أصلا فرد من المجتمع ولكنه هو يعني يعني يرجح كفة وظيفته على كفة إنسانيته أو عضويته في المجتمع نعم طيب يعني هذه الصورة التي نقلتها يعني هل مرتبطة بمجتمع بثقافة مجتمع هي ملمح حتى نستطيع أن نقول أنه ملمح عالمي عام أنا أظن هي مرتبطة بالمجتمعات التقليدية أكثر من المجتمعات الحديثة المجتمعات التقليدية مثألة المسمى الوظيفي مثألة التقاضي القرار هي التعريف بالشخص هي لتعطي قيمة قيمة الشخص في هذه المجتمعات مثلا بإسم قبيلته مثلا أو بإسم وظيفته مش بكونه هو يعني مدى علمه مدى إثهامه وخلافه نعم سلطان هل لديكم تصور واضح لمفهوم الفرق بين حرية التعبير وحقوق الآخرين كطلاب يعني هل لديهم هذا التصور الواضح أم هناك الكثير من الكلمات التي تخرج والكتابات التي تقال تحت غطاء حرية التعبير في استيعاب نوعا ما للفرق بين حرية التعبير وبين احترام أراء الآخرين احترام حقوق الآخرين من أهم الضوابط على حرية التعبير أساسا هو احترام حقوق الآخرين احترام سمعتهم لأن حرية التعبير هي ليست حرية مطلقة ولما هي حرية مقيدة في القيود التي تحقق الأهداف المرجوة منها نعم هل هناك دكتور إطار واضح للفرق بين حرية التعبير وحقوق الآخرين حتى لا نقع في هذا المطب أيضا تحت غطاء حرية التعبير نسي إلى الآخرين نسي إلى الشخص في كل الدساتير وضعوا حرية التعبير في إطار القانون لماذا؟ من أجل حماية الأطراف جميع الأطراف لأنه لو كانت خارج إطار القانون لو حذفنا هذه العبارة إذن تتحول هذه الحرية إلى حرية مطلقة واليوم لا يوجد في جميع هذا العالم حرية مطلقة لا بد فيه قوانين معينة من أجل حماية الأفراد حتى المنظرين السياسيين عندما بدأوا تنظير للدولة ومؤسساتها مثل قون لوك وتومس وضعوا لماذا؟ من أجل كبح النزعات الشريرة عند الإنسان أنه يذي الآخرين فهذه القوانين وقدت من أجل بالفعل تنظيم العلاقة ما بين الأفراد وتنظيم علاقة الأفراد مع المؤسسات فهي أنا بالنسبة لي أنه هذه مهمة لأنها تكون تنظيم ولكن هذه الحرية أيضا بحاجة إلى رقابة ذاتية لأنه وجود قانون لا يعني هذا أنه الواحد لا يخرج عن هذا القانون وأنه بالفعل أحيانا يسيء توظيف هذه الحرية وأنه يعني يسيء للآخرين ويسيء لرموز معينة لمؤسسات معينة لتقاليد المجتمع فينبغي أنه يعني نضع الأمور في إطارها نحن لا توقع المجتمعات الإنسانية التي كانت بدائية وكل واحد يفعل ما بدأ له اليوم مجتمعات منظمة وينبغى أن نرضى بهذا التنظيم لأنه هذا شكل من أشكال رقية الإنسانية لنصله ولكن إلى أي مدى هذه الحدود هي معيقة للتعبير عن الحرية هذا اللي نريد مناقشته يعني وتأطيره والحوار بشأنه من أجل أيضا لا تتحول إلى عائق من أمام الفرد ويعبر عن رأيه أنا أظن أن الفئة يفترض أن تستثنى من هذه القوانين فئة الإعلامية لماذا؟ لأن الإعلامي أنا في رأيي دوره أنه يشير لموضع الألم قد يحس ويكون في عرض في موضع الألم لكن ما عنده الوقت الكافي أنه يبحث عن أدلة وبيانات فدوره هو أنه يوجه الأنظار يا دماعة هناك في خطأ في إشكالية معينة يتكلم عنها ثم يعني الجهات المثؤولة تقوم بإجراء التحقيقات وإذا ما وجد أنه فعلا أنك خطأ بريعة ساحة هذا الشخص طيب لماذا الإعلامي بالذات؟ لأن الإعلامي هو صوت من المجتمع طيب حتى القانوني حتى الشرطي يبحث عن المشكلة لا القانوني يبحث ويعالج الشرطي لكن تسليط الضوء تنبيه الناس أنه فيه إشكالية معينة أنه فيه خطأ ظاهرة اجتماعية معينة طيب الدور الإعلامي وحتى الإعلامي يقوم بهذا الدور يجب يكون معاه نوع من الحماية وتختلف طوال القوانين في قوانين تقول لك الله إذا ما وجدت الأدلة يعاقب لاحقا بعض القوانين تقول لك لا الإعلامي عنده نوع من الحصان لأنه دوره أنه فعلا يعني يثير وينبه المجتمع وضوابط عمله من نقابة نقابة الصحفيين أو جمعية الصحفيين هي التي تستمر في منح التصريح أم لا يعني مش القانونيين لا النقابة نفسها بالشكل العام أنا أظن أنه حسب قراءتي البسيطة في بعض القوانين فيه رموز معينة كثير من قوانين الدول حتى الدول الليبرالية ما تتساهل فيها الرموز متعلقة برموز الدولة رموز متعلقة بأشياء مثلا أمنية سرية دينية أشياء دينية في بعض المجتمعات هذا الرموز بس موضحة بشكل دقيق في القانون بحيث أن أي شخص يخرق القانون ويتعدى عليها هو يكون عرض نفسه للمسائلة جميل بما أنك ذكرت قوة الإعلام متأثير الإعلام كيف نستطيع أن نوجه قوة الإعلام في التأثير في موضوع الرأي العام حول ثقافة الحوار حول أن يكون هناك حرية تعبير واضحة للجميع يستطيع الواحد أن يعبر عن رأيه لأن أستاذ أحمد فيه هناك خلط كبير الكثير يعتقد أن القانون وجد ليضيق عليهم وفي الواقع القانون موجود ليحمينا أصلا جديا ممكن أن يضيق عليك ممكن أن يحميك وفي المقولة المشهولة أن القانون وصير للطغاة يعني ممكن يقيد عليك ممكن يفتح للمجال لكن في الأصل أن القانون للحماية قام هو التنظيم نعم شوف عملية بناء ثقافة أو تغيير سلوك عملية مستمرة لا يمكن أن تظن أنه في الخطة الخمسية هذه بعمل لي عشرين برنامج للثقافة وبعدين خطة الخمسية ثاني بنساء لا يجب أن يستمر ديدا وديدا الدولة في كل المجالات الطريقة تقديري عن الطريقة المثلة التي هي إتاحة فرص مثل هذه الفرص ولكن مش مقصورة على مدعوين لا يعني ممكن مثل ما يعملوا في مثلا في بي بي سي عدهم الديبيت هذه المناقشات والمناظرات يكون في مجالات واسعة بحيث أن الشخص الذي يرغب هو يسجل إثمه وتفتح المجال للناس بيشاركه كل ما حث الناس أنه والله أنا عندي مجال أن أسمع وأن يتكلم وتنمو ثقافة الحواء طيب سلطان هل نستطيع في مؤسسة أو في مجتمع مثل مجتمع الطلاب أن نحدد ثقافة موضوع التعصب تعصب للآراء هل تستطيع أن تؤطروها بإطار واضح بحيث أن يكونوا الطلاب غير متعصبين لرأي معين يتقبلوا الرأي الآخر من خلال حتى مشروعكم أثر هو أثر معني بالتوعية القانونية ولكن التعصب في الآراء هو أساسا كإطار قانوني أعتقد نوعا ما صعب وغير واضح ولكن كإطار مجتمعي عادة المجتمع يبتعد عن الإنسان المتعصب من آراءه فيجد نوع من الابتعاد عن المجتمع الناس ما صر تسمع له أكثر فيفطر أنه يندمج مع المجتمع مرة ثانية من خلال ابتعاد عن التعصب عن آراءه سلطان هل هناك فجوة حوار بينك كطالب وبين مثلا دكتورك في الجامعة بين المسؤولين في الجامعة هل تشعر أن هناك فجوة موجودة تمنعك من الحوار من إيصال فكرك ورأيك لا توجد فجوة بالمعنى الحقيقي ولكن الحوار موجود وممكن في الجامعة سواء بينه مع الدكتور أو بينه بين المسؤولين في الكلية أو حتى في الجامعة ولكن هل هو حوار هادف هل هو حوار نصل فيه لنتائج معينة هذا هو السؤال دكتور تعليقك إذن رقعنا إلى نفس النقطة يعني أنه فعالية الحوار يعني هل يؤدي لاتخاذ قرار إذا كنا نحتاج إلى قرار اللي هو كنتيجة لهذا الحوار هذه هي النقطة المهمة اللي ينبغى أيضا أن نربطها بالحوارات يعني بحاجة إلى أن نراجع للحوارات هذا ونشوف إذا كانت فعالة في اتخاذ قرارات أو أنه هل في قناعة من اللي هو المسؤولين أو منتخذ القرار أو حتى من أعضاء القلسة الحوارية هذه أنه بالفعل أنه في قناعة أنه ممكن أنا أبني قرار على هذا الحوار دكتور هل تلمس تلحظ يعني وجود فجوة بين صناع القرار وبين من يرأسوهم في موضوع الحوار في المؤسسات في من خلال طلاعك حتى على المستوى يعني أنا في رأي أنه ما في حوار أساسا ما في حوار أساسا لماذا لأنه الحوار لما يكون بين معنا في المثال حكومة لم يكون في حوار في اجتماع دائما ما يؤخذ بعين الرأي معايا الوزير بيقول ماذا وما في حد يتجرى أنه يخالف معايا الوزير طيب إذا هذا مرتبط فينا نحن ما مرتبط يعني بالمسؤولين في صناع القرار طبعا أيوة أيوة ومرتبط في ثقافة ثقافة فقافتنا كمجتمع إحنا إحنا إشان كذا نقول لك ثادقا الفصل بين الشخص والمنصب لا يبنى أنه مقتنع فيه وبالتالي أنا لا أهاجم راشد عشان أهاجم الموضوع يجب أن أفصل بينهم هذه مهم جدا قلة الفصل أنا عندي بس نقطة سريعة سمعت النقطة التي أحب أذكرها هي حول منهجية الحيوان سواء كان داخل مؤسسة واحدة أو من المؤسسات أو من الأفراد حول أي موضوع يجب أن تمر أو تحتوي على خمس عناصر رئيسية الهدف الأنصر الأول هو الهدف يجب أن نكون معنا الهدف واضح جدا هل هو الاتخاذ قرار هل مشكلة لفهم معين الشيء الثاني تكون مرجعية واضحة هل نحن نرجع إلى قناعاتنا الشخصية أم نرجع إلى بحوث أم نرجع إلى قانون يجب أن نكون متفقين عليها وما نخرج عنها الشيء الثالث الإسلوب الذي نتكلم فيه هل نحدد وقت لكل مداخلة هل نتركها مفتوحة أو عائمة هل مثلا نتكلم بشكل مستهدف شخصي وخلافه لازم نحدد بسلوب الشيء الثالث اللي هي التكرار الحوار رجب يعني ما ممكن أن تنجز الحوار بفاعلية إذا كان مرة واحدة صحي لازم يكون فيه لقاءات متكررة وعلى فجوات متقاربة مداد متقاربة مش مداد طويلة جدا حتى تستفيد من الزخم الذي يبنى الزخم العاطفي والزخم العقلاني الذي يبنى ذلك وآخر شيء الالتزام يعني ما يجب فيه الحوار يكون معك عشرة وبعد اجتماع اجتماعين يبقى اثنين أو ثلاثة يضارب بهم لازم يكون فيه التزام بالاستمرارية الحوار والتزام بالمنهجية والمرجعية جميل طيب دكتور بالشكل مختصر أيضا كيف نستطيع أن نوجه وسائل اتصال حديثة مواقع التواصل الاجتماعي بما يخدم ثقافة الحوار والتعبير عن الرأي بكل شفافية بما يخدم أيضا التواصل بين المسؤول وبين الموظف هذا التواصل نحن ممكن نوظف هذه الشبكات اليوم في مسؤولين فتحوا بالفعل حسابات في هذه الوصائط وبدوا بالفعل يتحاوروا وعندي أكثر من المثال لا يتسع المقام لذكرها فهذا أيضا شيء جيد أنت اليوم كمسؤول لا يمكن أن تركن إلى قناة واحدة تكون همزة مكتبك هذا المكتب اليوم فيه من الخطورة لا بد أن تفتح من النوافذ أخرى أن تستمع إلى الموظفين إلى المستفيدين من المؤسسة التي موجود فيها فهذه الشبكات اليوم تأتي بالعكس لو مجال أوسع لفتح قنوات حوار والتعرف على الاحتياجات والتطلبات والوصول إلى قضايا من أجل الله لأننا نعرف اليوم العملية معقدة والمؤسسات معقدة وفيها التزامة الكثيرة هذه نقطة النقطة الأخرى التي أحب أضيفها في أحد المقالات أنا طرحت أنه المسؤول ينبغى أن يلتق على الأقل في يوم مناسبة كذا مرتين بالسنة يلتقي مع الموظفين في مؤسسته سواء كانت كبيرة أو صغيرة لا يعقل أنه في ظل هذا اللي هو التحولات أنه الموظف لا يجد فرصة على الأقل أو لا يجد مسؤولة أمامه في مناسبة على الأشياء والغداء لا تكلف إلا ساعة واحدة من الوقت نحن نعرف أنه دائماً الجدوى المزدحم طيب هؤلاء من ضمن الجدوى لا بد أن يكون هذا الشعار للمؤسسات يكون فيه بالفعل التزام أنه نفتح له قنوات للتواصل في كثير من اليوم للناس يقول أو الله أنا أتمنى أن أشوف مسؤولي هذا ما أشوف إلا بالجرائي في التلفزيونات وأحياناً أصادف إذا كان المصعد الذي يصعد منه إلى مكتبه هو نفس المصعد نتصادف في المصعد لدقائق ولكن وقود مثل هذه الجدوى بالفعل ستسهم فيه إرسال الحوار وتبادل ونقاش فيه شكل من أشكال الحرية اللي ما ممكن تكون في الأحوال العادية طيب نختم مع سلطان سلطان يعني كون اليوم من الصعب جداً أن يلتقي مسؤول في الجامع بعدد كبير من الطلاب لذلك اليوم وسال اتصال حديثة ومواقع التواصل الاجتماعي حلت إلى حد ما هذا الموضوع كيف تنظر إلى فعالية وسالة الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لحل الإشكاليات التي قد تواجهكم بداية لحل الحقيقي لهذه الإشكاليات أنا أرى أن المجتمع يجب أن يتخذ خطوات إيجابية نحو إزالة أو حذف ثقافة تقديس الأشخاص وهذه مسؤولية إزالة هذه الثقافة تقع على عاتق المقدسين والمقدسين على حد الثواء إجابة على سؤالك بالفعل قنوات التواصل الاجتماعي من خلال استخدامها أو استغلالها من قبل المسؤولين فادتنا أحنا كطلاب قدرنا نتواصل معهم بطريقة أسهل ولكن ما زال السؤال قائم على مدى فعالية الحوار نحتاج إلى تفعيل الحوار بشكل أكثر أنا أدعو من جديد الدكتور أن تلتقي بسلطان حتى نصل ما نستطيع إيصال إلى من يهمه الأمر من أصحاب القرار يبقى الحوار كما ذكرت أيضا أستاذ أحمد يعني يعتمد على موضوعنا يعتمد على طريقة أسلوبنا وحوارنا فيما نقول على تكرار مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الموضوعات والحوارات حتى نصل إلى نتيجة أشكركم على وجودكم معنا شكرا لك الدكتور صيف بن ناصر المعمري أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس شكرا لك يا دكتور أيضا شكرا لك الأستاذ أحمد بن علي المخيني باحث في التنمية السياسية وحقوق الإنسان والحوار شكرا لك أستاذ أيضا شكرا لك سلطان بن حمد الرحيلي طالب بكلية الحقوق وأحد مؤسسي مشروع أثر شكرا لك يا سلطان أيضا شكرا لكم مشاهدين على طيب متابعتكم لحوارنا لهذا اليوم من برنامجكم أستوديو الشباب في الأسبوع القادم بإذن الله يتجدد بكم اللقاء مجددا مع موضوع جديد نطرقه للنقاش والحوار على طاولة برنامج أستوديو الشباب نتمنى لكم أوقات طيبة وجميلة وممتعة نلتقيكم بإذن الله في الأسبوع القادم من برنامجكم أستوديو الشباب إلى الملتقى اشتركوا في القناة